ديارة توركي الشيخ لمصر طبعاً نحن زي ما عارفين أن توركي الشيخ كان سبب من أسباب الرئيسية في الحضارة والفن والانفتاح اللي بيحصل في المملكة العربية السعودية ومن ساعة ما هو طلع تقريباً تحت الأضواء كده وبقينا فجأة بنسمع عن حفلات كبيرة أوي مهرجانات كبيرة جداً طبعاً في حتى في الرياضة يعني مش مجرد في الفن لا هو متشعب جامل جداً في كل المجالات علشان يحسن من الفعاليات السعودية ففي زيارة لمصر كانت هو تقريباً جيه أول مبارح يوم 12 وتقابل مع اتقابل مع الوزراء واتفقوا أن هيكون في تعاون مشترك وجديد باستمرار مع وزارة الثقافة المصرية وطبعاً زي ما احنا متعودين برضو أن وزارة الثقافة المصرية دايماً بيكون لها دور كبير جداً أن هي بتشجع الفن وتشجع السينما وتشجع حتى الدراما والفعاليات فاتفقوا على حاجات كتيرة جداً قرروا أن هم عايزين يعملوها الفترة الجاية والحاجات دي هتكون in relation ما بين مصر والسعودية يعني هيكون في ناس فرق مصرية بتقدم فنها في السعودية وفرق سعودية بتقدم فنها في مصر زي cultural exchange بالضبط كده cultural exchange وكمان قال إن هيكون في مهرجان ضخمة على هامش مبارات الأهلي والزمالك اللي جاية وقال إن هي هتكون في المملكة العربية السعودية يعني مبارات الأهلي والزمالك هتقام في المملكة العربية السعودية فدي حاجة برضو يعني مش متعودين عليها ودائما متعودين انه دائما ما تشعروا بتحصل في مصر بالذات للأندية المصرية يعني في معظم الأوقات فانحنا نشوفهم برضو بيطلعوا كده بره هتكون حاجة يعني مختلفة جدا وكمان قال ان هيكون في تعاون في السينما طبعا بالتعاون مع شركة المتحدة طبعا شركة المتحدة برضو زي ما احنا عارفين ان هي من أكبر الشركات في الانتيتيمنت اندستري او في مجال السينما والدراما والانتاج عملا فاخنا متحمسين جدا للتعاون ده ومتراقبين برضو أعمال فعلا من العيار التقيل وأعمال تقيلة جدا جدا طبعا لان هو أصلا تركي شيخ صراحة بيعمل event حلوة جدا وطور جدا event scene في السعودية فمتأكد ان هو هيكون تعاون حلو قوي لمصر وللسعودية اللي اتنين يعني هما دلوقتي تقريبا في الشرق الأوسط are two powerhouses في الانترتينمنت تقريبا دي حقيقة مش بس كده كمان هو قال ان هيكون فيه تعاون في دار الأوبرا ودي برضو حاجة حلو قوي ان فيه ناس كتير جدا مهتمة بشكل كبير بالفن اللي هو الكلاسيكي شوية whether ان احنا بنتكلم عن حاجات musicals بس حاجات بتتلايب بالآلات بس أو حتى حاجات اللي هو الفن الكلاسيكي ده اللي هو القديم شوية ناس كتير قوي بتكون مهتمة بكده وقال ان هيكون فيه مبالغ ضخمة هتتحط أو هتتضخ لتنفيذ المشاريع السينمائية والفنية دي كلها احنا متحمسين قوي بصراحة للفترة وده فكلي هنقول لكم لو فيه اي افديتس واي اي افنس عشان تحضروهم وتحجزوهم قبل ما ذي ران اتكز متحمسة كمان للتعاون ما بين مصر والسعودية حسنا ده هي يعني المصر دايما كانت زمان معروفة ان هي ولادة للفن دايما هي اي فنان كبير كان ليه اسم تقيل في البلد او في العالم عربي كان دايما او في معظم الاحيان بيكون من قصول مصرية نحن كمان دلوقتي بنشوف ان الصعودية فيها انفتاح جامد جدا فانا متحمسة ان احنا نشوف المرش ده يعني تخيلي لما اتنين اقوية بالشكل ده يتحدوا مع بعض انا فعلا متخيلا ان الدنيا هتكون حلو قوي قوي في المستقبل القريب كمان مش البعيد we have the talent وهم عندهم الاستثمار في الفن it's a good collaboration definitely شكرا لنشوف اشتركوا في القناة